بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى خصنا بأعظم كتاب أنزل وأكرمنا بأكرم نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وأتنها عن المنكر وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتتعو الله ورسوله واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار واشهدوا أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله النبي نختار أمرنا ربنا بطاعته أمرنا ربنا بالاقتداء به أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه فقال جلما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سلموا فاللهم صل عليه وعلى آله وأحبابه وأتباعه والذين اهتدوا بهديه وعملوا بسنة إلى يوم الدين ونحن في هذا الشهر شهر شعابان الفضيل شهر شعابان الكريم فيه تسعد الأعمال الله تبارك وتعالى فيه يسعد الكلمة الطيب والعمل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم في هذا الشهر الكريم تتوالى التبشيرات تتوالى الكرامات تتوالى بشرى كبيرة نزفها من خلالكم إلى الشعب الجزائري إلى الأمة الطيبة الأمة الإسلامية إلى هذه الأرض طائرة وهي افتتاح الجامعة الجديد الجامعة الكبير الجامعة العظيم هذا الصرح يتمم كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعماتي من جملة النعم التي أتم الله عز وجل علينا وإتمام هذا الصرح العظيم وبه تتم يتم الاستقلال تتم الشخصية الجزائرية تتم المرجعية الدينية إذا علمنا بأن هذا الجامعة الكبير يشمل على كثير من الرسائل والبعد المقاصدي والبعد السياسي شيئتم والبعد العربي والبعد الإفريقي فهو يحمل رسائل كبيرة وعظيمة وعظيمة أن الجزائريين كلهم ينتظرون من هذا المسجد أن يحقق لهم رسائل توحيد المرجعية الدينية وتوحيد الفكر الديني وأن يكون مركز إشعاع ثقافي وحضاري وأن يكون لله كما قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله والأكيد بأن في برنامجه وفي مشاريعه أن هناك أبناءنا يدرسون في هذا المسجد في هذا الصرح الثقافي والديني يشمل على كثير من البرامج وكثير من المواضيع وكثير من الرسائل وكثير من المهام التي ينوط بها أو التي يقوم بها فهو عبارة عن جام فيه العبادة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يحقق للناس العبادة لله تبارك وتعالى إذا قلنا العبادة من صلاة ومن زكاة ومن مظاهر الحج ومظاهر الصوم بمعنى أن هناك من يقوم بهذه الرسائل في إيصالها للمجتمع نقية طيبة طاهرة كتاباً وسنةً وإجماعاً وقياساً كلها ستخرج من هذا الصرح يتعلم فيه النش محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم كسائر المهام التي يقوم بها تقوم بها المساجد يعلمون القرآن بأحكامه تلاوةً وحفظاً يتعلمون القرآن الكريم تفسيراً يتعلمون القرآن الكريم يتعلمون الذكر وفيه يذكر الله تبارك وتعالى يتعلم الناس ذكر الله عز وجل ويكونوا بذلك يتخرجوا منه ويتعلموا منه الأخوة كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة يتعلمون من هذا المسجد الاتحاد والتعاون كما قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوات ففي هذا المناسبة العظيمة والكبيرة وفي هذا الشهر أيضاً العظيم ونحن على أبواب رمضان نفتتح هذا المسجد لاستقبال رمضان فرحاً بقدومه كأننا نقول له أهلاً يا رمضان ها قد فتحنا مسجد عظيم وكبير يضافه إلى المسجد الأخرى فهو المسجد الثالث أو الرابع إفريقي أو دولي ها نحن فتحنا هذا المسجد لسماع صوت الحق وصوت الأذان وصوت التراويح نفتح هذا المسجد كأنها بشرى نلتقي بها الكريم الألى وهو رمضان الذي أنزل فيه القرآن أننا رمضان يتميز بالقرآن الكريم بنزول القرآن الكريم وفيه يتلى في مساجدنا وفي بيوتنا وفيه أيضاً نصلي التراويح في هذا المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى يضافه إلى المساجد الأخرى يضافه إلى بيوت الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً وقال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالذي أنجز هذا المسجد يريدون أن يتطهروا والذي يفرح بفتح هذا المسجد يريد أن يتطهر فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين فهو في العرض في النجوم في السماء يهدي الناس هذه الحيارة يستجيبوا لشغالات الناس في فتاويهم وفي آرائهم هو كأنه قائد يقود المساجد الأخرى كأنه نبراص يوضيء الآخرين كأنه مكان يستجيبوا لمتطلبات هذا العصر وهذا الزمن ولعل حاجتنا إلى هذا المسجد كانت بداية من الاستقلال فمنذ الاستقلال والأمر ملح على أن يكون هذا المسجد والحمد لله وفقنا الله وطبعه وتعالى ومن قام ببنائه ومن قام بتخطيط له وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الصلاح والإصلاح من رسالته أيضا أيها المؤمنون أيها المشاهد الكريم أنه يعطي لنا أن المنطقة التي بنية فيها كانت تسمى المحمدية وهذا إشارة إلى أن الله في جري قديما وعند الاستقلال سمية المحمدية على اعتبار بأن هذا المسجد يضاف إلى المساجد المحمدية إلى بيوت الله كأنه يعطينا هذا الإسم أن المرجعيتنا وأن ديننا وأن سياستنا وأن توجهنا هو محمدي المحمدي عوض أن تكون الله في جري ومعروف أنه كانت فيها مركز إشعاع يعني قد نسموه نصراني عوض بأن يكون إشعاع حضاري ثقافي فكري إسلام وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن وفق الله تبارك وتعالى ومن ثم أن شكر أبقى الله عز وجل لا إن شكرتم لا أزيدنكم لو نشكر الله تبارك وتعالى بهذا الصرح وبهذا الإنجاز يزيدنا الله تبارك وتعالى نصرا على نصر ويزيدنا يعني قوة على قوة ووحدة على وحدة وأن يبعد عنا مظاهر ربما تسيئ إلى مجتمعنا إلى ديننا إلى أمتنا إلى وحدتنا من الآفات الاجتماعية الأخرى التي ندعو الناس ونحن على أبوه برمضان بأننا نبتعد عن كل المظاهر التي تبعدنا عن الدين والتي تفرقنا والتي لا تجمعنا أيضا نبتعد عنها وأن نجاهد كما قال الله تبارك وتعالى مبينا أن نتائج الصوم أو أن أهداف الصوم أو أن البعد المقاضي يصير للصيام أو لشعبان أو لفتح المجد هو لعلكم تتقون كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عن الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فكذلك أن الله عز وجل فتح علينا هذا الفتح المبين فتح علينا لعلنا نتقي الله تبارك وتعالى فتح لنا هذا المجد وسهل لنا فيه لعلنا نتقي الله تبارك وتعالى لعلنا نكون من المتقين نقول هذا وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته